سؤال من الأسئلة المهمة جدا هو احنا فعلا نقدر نغير القدر؟ أهلا بكم من جديد في الحلقة السبعة من الجزء الثالث من سلسلة أسرار النفس في القرآن الكريم حلقة النهاردة مهمة جدا ومحتاجة تركيز كبير جدا فهات أهوتك يا صديقي وركز معايا ويلا بينا نبدأ على بركة الله في البداية كده لازم تعرف يا صديقي الفرق بين نوعين أساسيين من القدر القدر المطلق والقدر النسبي وده هنفهمه بالتفصيل بمثال بسيط مع عم صلاح عم صلاح في يوم كان مستعجل جدا فقرر بكامل إرطه وبكل حرية يعد الطريق بسرعة قدام العربيات من غير ما يعمل حساب للإشارة أكيد عم صلاح مش عايز الموت ولم يختاره ولكن قراره ده كان ممكن يترتب عليه نتائج خطيرة جدا عم صلاح قدره النسبي كان إن عربية هتخبطه ويموت وهنا فيه احتمالين إما إن ربنا يسمح للعربية إنها تخبطه أو إن ربنا يتدخل بلطفه ويمنع الحادث أو يقلل أو يقلل الضرر اللي هيحصله ولأن الله عز وجل يعلم ما فيه نفوس العباد جميعا ويعلم منذ الأزل إن عم صلاح هيكون راجل طيب ومصلح في الأرض ومحبوب بين الناس إلا هيدعوله بالبركة وطول العمر ربنا كتب في اللوح المحفوظ بعلمه المطلق إن عم صلاح هينجو من الحادث بكسور بسيطة وهيعيش 75 سنة كقدر مطلق نهائي لا يتغير بدل ما كان قدره النسبي المستحق إنه يعمل حادثه يموت وهو عنده خمسين سنة بس ومش بس كده ده ربنا كمان هيبارك لعم صلاح في وقته وهيوفقه يعمل خير كتير جدا في حياته لقصيرة جدا أعمال خيرية كتيرة كانت محتاجة لعمرين فوق عمره عشان يقدر ينجزها لوحده وهنا نفهم حديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر يعني الدعاء وأعمال البر من صلة الرحم والإحسان إلى الناس ممكن يغير القدر ويزود عمر الإنسان لكن التغيير بيكون في القدر النسبي وليس في القدر المكتوب بعلم الله المطلق أحكي لك مثال تاني يا صديقي كلنا عارفينه سيدنا يونس لما غضب من تجذيب قومه وكرر يرحل في السفينة في الوقت ده أمر الله عز وجل الحوت ليعيدوا إلى قومه لما رأى سبحانه وتعالى في قلوبهم القليل بل القليل جدا من الخير وأمر السحب والغيوم الكثيفة إنها ضغط السماء فحولت نهار البلدة إلى ليل ففزع جميع الناس ويتابوا إلى الله عز وجل وبدأوا يدوروا عن سيدنا يونس إلا أعاده الله لهم بمعجزة ورحمة لطفا بهم سبحانه وتعالى القدر المطلق هنا والمكتوب عند الله عز وجل إن أهل البلد دي سيؤمنون في النهاية لأن الله يعلم أنهم سيتوبون ويؤمنون بدعوة يونس عليه السلام الله عز وجل غير القدر النسبي لسيدنا يونس ومنعه من الرحيل عن قومه وغير قدر قومه النسبي من الهلاك برحمته وأعطاهم فرصة أخيرة للتوبة ده كمان ربنا استجاب لدعاء سيدنا يونس وهو في بطن الحوت لما اعترف بالنقص والتأثير وغير قدر النسبي مرة تانية ونجاه من ثلاث ظلمات فوق بعض ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل خد بالك كمان يا صديقي أن فكرة تغير القدر النسبي واضحة جدا في صورة الكهف في قصة سيدنا موسى والرجل الصالح فعلا لطف ربنا ورحمته كانت متجسدة في سيدنا الخضر اللي غير القدر النسبي للسفينة والغلام والجدار غير قدر السفينة من السرقة إلى النجاة وغير قدر الغلام ومستقبله من الكفر والتجبر ودخول النار إلى الانتقال للجنة فورا وغير قدر الأيتام وحفظ لهم مالهم من النهب والضياع وبالرغم من أن أفعاله في البداية كانت غريبة وتبدو في ظاهرها شر كبير جدا إلا أنه قال في النهاية عن أفعاله رحمة من ربك وما فعلته عن أمري تمام أنا كده بدأت أفهم حاجات كتيرة كانت غمضة جدا عن القدر بس برضو مش كل حاجة بتحصل لنا بتكون باختيارنا يعني لما زاكر واكتهد ويحصل لزرف طارق يمنعني من دخول الامتحان فسقط ده أكيد مش اختياري خالص فعلا يا صديقي أنت مش بتختار النتائج عم صلاح مختارش إن عربية تخبطه بس كلنا يا صديقي بنختار بداية الطريق سواء عن قصد أو عن جهل وعدم وعي وعلى ده بيتحدد لك أنواع معينة من الابتلاءات كنتيجة طبيعية حسب مستواك النفسي ممكن يا صديقي تكون اخترت بدون وعي إنك تفضل مسجون في نفق التعليم المدرسي والجامعي وتعتمد بس عليه في اكتساب نجاحك وقمتك الحقيقية في الحياة وفضلت عايش سنين طويلة في ضغط نفسي وألأ مستمر وخوف من الامتحانات وده طريق خطر جدا يا صديقي بيأيد مستواك العقلي والنفسي والمالي وبيعرضك كمال للتعب والمرض النفسي والجسدي فممكن يكون ربنا سمح بتهديد ضياع الطريق ده عشان يدفعك تدور على طرق إضافية للنجاح وبناء مستقبل أفضل زي ما حصل تماما مع كريم الحلقة اللي فاتت وبدأ تعليمه الذاتي وعمله الخاص جنب الدراسة ولإنه فهم الرسالة وصل لنجاح أكبر بكتير جدا من نجاح الكلية لازم تفهم يا صديقي إن أي شيء ربنا بيسمح إنه يحصل بيكون بعدل وحكمة من الله عز وجل عشان مصلحتك أنت في النهاية الله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتدخل بلطفه وحكمته ويحمينا من كتير جدا من النتائج الخطيرة جدا لقرارتنا فالمرة اللي رجلك اتقصرت فيها سبقتها عشرات المرات من لطف ربنا بيك وإنقاذه لك بس أنت مش واخد بالك والحادث اللي بيحصل لك في قبل عشرات الحوادث اللي عدت على خير بستر ربنا ولطفه بينا يعني إحنا من غير لطف الله ورحمته بينا مش هنعيش يومين على بعض ولو ربنا يا صديقي عملنا بعدله فقط لهلك كل من في الأرض ومش بس كده يا صديقي ده من رحمة ربنا ولطفه بينا بيستجيب كمان لدعاءنا قبل حتى ما ندعي أصلا بشرط أن يكون الدعاء في مصلحتنا فعلا بيستجيب لدعاءنا قبل ما بندعي إزاي يعني مش فاهم فكر يا صديقي قصة كريم الحلقة اللي فاتت كان قدر النسبي أنه يسقط في امتحان الكلية الله عز وجل يعلم ويرى ما بداخل كريم من الخير ويعلم أن أمه حتدعي له لأنه بار بيها فغير سبحانه وتعالى قدر زوج الدكتور الكلية بمعجزة الحمل بعد سنين من العكم تمهيدا لاستجابة دعوة والدة كريم قبل أن تمرض وقبل ما تدعو أصلا فالله عز وجل يستجيب للدعاء قبل حتى أن تدعوه بشرط أن يكون خيرا لك وبالإضافة لك كمان من لطف الله عز وجل لأنه بيلهمك الدعاء في وقت محدد لما تكون نيتك حسنة ولك من أعمال البر والمعروف ولو قليل فصنائع المعروف تقي مصارع السوء كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بكده يا صديقي نكون فهمنا خلال مجموعة من الحلقات القوية أن الابتلاءات والألم مهم جدا لارتقاءنا النفسي والإيماني حتى وجود الشيطان والحسد والسحر وجميع الأمراض الجسدية والنفسية مهمة جدا في حياتنا لأنها بتسبب الألم والضيء اللي بينبهنا وبيدفعنا للتغيير والارتقاء فهمنا كمان أن الكل مرحلة نفسية وإيمانية أنواع خاصة من الابتلاءات حتى الطريق الصح اللي بتكرر تمشي فيه له أنواع خاصة من الابتلاءات كمان عرفنا أن الألم وسيلة وليس هدف من أي ابتلاء وأن الصبر الجميل والتقبل وفهم رسالة الابتلاء والاعتراف بالنقص هو أول خطوات التغيير والشفاء الحقيقي وعرفنا أن طلب المعرفة الحقيقية والدعاء والاستعانة بالله عز وجل والعمل في خدمته بنفع عباده من أهم الطرق لتجنب الألم والمعاناة فهمنا كمان مع بعض أن الله عز وجل ترك لنا حرية الاختيار ولكن في نفس الوقت لا يتركنا سبحانه وتعالى نقابل كل النتائج اللي نستحقها فهو سبحانه وتعالى بيحمينا بلطفه الجميل ويعفو عن كثير أرفنا أن القدر المتغير هو القدر النسبي الناتج عن أفعالنا واختياراتنا سواء كانت صحة أو غلط وأن الله عز وجل كتب القدر النهائي الذي لا يتغير بعلمه الواسع وعدله وفضله وحكمته ادرنا كمان خلال الحلقات بفضل لا نوصل للإيمان بعدل القدر خيره وشره وفهمنا كمان أن كل شيء بيحصل لنا تحت سلطة الله عز وجل إن شاء الله تركه يحدث بعدله وحكمته وإن شاء منعه بلطفه ورحمته فلو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك بفضله ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك بعدله وحكمته كلام جميل وعمق جداً وصورة القدر والحكمة من الإبتلاءات بدأت تكتمل عندي بس هو في حاجة صغيرة كده مش فاهمها وبحس بظلم كبير لما بشوفها هو إيه حكمة ربنا من وجود أطفال مرضى ومعاقين هو إيه زنبهم عشان يتولدوا كده هل هم برضو اختاروا المرض والألم سؤالك ده صديقي مهم جداً بيحاول الشيطان من خلاله يزرع صورة قاسية جداً وظلمة جداً في عقولنا عن ربنا سبحانه وتعالى فلازم نفهم مع بعض الحلقة اللي جاية بإذن الله حقيقة مرضهم وابتلاءهم عشان نحمي نفسنا من وساوس الشيطان انتظرونا إن شاء الله الحلقة اللي جاية اللي حنجاو فيها على السؤال المهم جداً ده في النهاية حفظنا الله وإياكم وثبتنا على طريق الفهم وأنار نفوسنا بنور المعرفة والعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين